بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي وإن شاء الله رح نعرف لكم بعض العينات التي درستها في السابق في مكتبري مثل ما تلاحظون هذه أحد العينات العينات الموجودة طبعا مختبري كبير جدا مثل ما تلاحظون كلها عن الميكروبات والطفيليات والأحياة الدقيقة طبعا قمت بدراسة ميكروبات كثيرة جدا في الفتره السابقه طبعا قضيتك ساتذائه ولطبعا قمت بدراسة ميكروبات كثيرة جدا في الفترة السابقه طبعا قضيتك جميع أقمتها في السابقه منذ آخر تسع سنين أدرس الميكروبات والطفيليات والأحياء الدقيقة والأحياء العامة النباسات والميكروبات وعلم الأمراض وهذه أحد العينات التي اشتغلت عليها كما تلاحظون والذي يريد أن أدرس الميكروبات يحتاج وقت جدا وصبر ومجاهر معينة غالية جدا ومكلفة وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الموضوع وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم ورح أعرض لكم بعض العينات التي درستها أيضا في الماضي في مختبري ويعني موضوع كبير جدا معكم الدكتور خالد بن سعد الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في مقطع آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر